قدنا نعرف شو صار معهم معلمتي؟ ليه لنا شو صار معي؟ طمنوا طمنوا خمسة وعشرين سنة؟ والله كان لازم يحكموه بحكم مؤبد لسه ما تأكدت العقوبة بس، النائب ذكر كل شي عاملته وكل التهم يلي اتهموه فيه من قبل لو تشوفوا كيف صار شكلها صارت هلأ مجرمة والله صارت مجرمة إيه لكان معلوم؟ بدكن تعرفوا إذا أنا رايقة؟ رايقة عملوا لي فنجان قهوة مش أن نعود ونحكي عرواء ذكرى معينك معلمتي ايه تعي تعي نحكي تعي وسكري الباو عادي هون لك شو بك حاسستك مو تمام يا عزراء حكيلي؟ ايه صح في هيك شي المنطقة اللي كنت فيها كان فيها مشاكل كتير مضبوط يعني مدمنين مخدرات ايه ومن ضمن هدول الناس المدمنين في حدا بين شرب المصاري قاعدل؟ شو هاد أستغفر الله عازو؟ حسرت جعوبيني بعدين تستغفري في هيك شي قولي انا ما عمشوف حدا من هديك المنطقة بنوم يعني شخص واحد فيني أحكي معه وأسأله ممكن تمام اسألي هالشخص وشوفي إذا فيه ساعدنا بهي الشغلة عازو بسقليلي شو صاير معي؟ دينيز هيك بده دينيز هيك بده؟ لك حزراء شبا كون شو جناتي انتي وياها؟ هادا حقا حسرة محروق قلب على بنتا هي هيك بترتاح حطي حالك محلة رح تعملي مثل حيوان قلب لهلق لسا تعايش طبيعي وعم يلف على بنت ناجية لازم نخلص منه لهذا الكلب لأنه رح يحرق قلوب أمهات كتير صحيح لازم نوقف جنبها لأنه بتنجلت قريبة إذا تركناها لحالة احتمالة جن المخلوقة ما بدنا يصير معا شي قصة وتأثر علينا كلنا فهميني حسرة بدنا نساعدها مشان كل اللي موجودين هون لو شو ما صار بدنا نساعدها بنعطيه مصاري وبيتصرف النبي وبدون ما يقرب لهم خلاص اوكي عزرا يعني إذا هيك بدك تكرم عيوني تمام شكرا بحسرة زيرين خانوم فينا نحكي شوي هلأ مش غولة مراد بنحكي بعدا إذا ما في شي مهم لا في شي حضرة النائب هلأ بدي يشوفك كيفك زيرين خانوم آسف اجيت بالموعد شو بتحب نشربك؟ شاي؟ قهوة؟ لا 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 ما بدي أشرب شي أنا أجيت لعندك لأنه بصراحة بدي أحكي معك ومع موظفينك مش عن تحقيق بالشي اللي صار فالأحسن إلا أنه مبلش شغلنا فورا مفهوم؟ طبعا فيك تعمل شو ما بدك بس مبارح المسا صار تحقيق من قبل النائب اللي كان من ناوب مبارح وكل الموظفين قدموا إفادتهم للنائب بس أنا ما دخلني بالنائب اللي كان هون مبارح ابنه هذا ملف داني بدنا نحاقق بقتل المديرة نهال أونال يعني نرجع نفتح الملف من أول وجديد مفهوم؟ بس ليش؟ مراد قدم لنا دليل أنه في شخص جديد متهم بقتل مرته نهال وقال أنه القاتل من الموظفين اللي موجودين بهاي المؤسسة احتمال يكون المجرم أوكتاي بوران هو اللي قاتل المديرة السابقة وبناء على هذا الحكي قررنا نرجع نفتح الملف من جديد ماشي أكيد نحنا حنساوي كل شي منقدر عليه حتى يمشي التحقيق بالشكل الصحيح وشو ما بدكن أنا جاهزة طبعا ممتاز أنتوا لحظتوا أنه هل بنت طلعت قوية كتير؟ ليه لا أصدار؟ ايه صرخ من الوجع والضلعة متنق أنا ما عدا قدار تحمل بدي دواء صلعت ممثلة شاطرة بما أن شاطرة تروح تشتغل بالسينما مو أعسن لا؟ بقلوا لك ليش الأتراك؟ ما أخذوا جاهزة أوسكار أكيد ما رح يأخذوا طول ما هنين قاعدين هون عم يفجروا مواهبون طول بالك حسون ليش لح تطول بالي؟ عم إكزيب؟ طلعت ممثلة محترفة كم مرة خلتنا نجبلها مسكين قوي؟ صح أوكتاي؟ أوكتاي؟ صحيح؟ أي صحيح لو سمحتوا كلكن على غرفة التحقيق برجع بعيد كلكن على غرفة التحقيق بسرعة غريبة بشو بدون يحققوا معنا؟ بتوقع مشان الحادسة تبعا مبارح إيه بس نحنا قدمنا إفادتنا مبارح للنائب ما بتعرفي شو ساير يمكن لقوا في تناقض بالحكي وبدون يعيدوا التحقيق يا الله دخيلات، ليش بدون يعيدوا التحقيق؟ يلا أمو لا تلتهم زرين خانهم قالت تعو فورا لا تتأخروا بدياك تجاوبيني بصراحة انتي متأكدة من اللي قرأتي بمزكرات أوكتاي؟ عن سي أزلام؟ ايه، أنا متأكدة لأنه أنا حافظة خطو وبقدر ميز خطو من بين ألف خط تمام شو كاتب بدفتر مزكراتو؟ قتلت مرة بريئة ورح أحمل زنب هالمرة برقب دي كل الأمر أكتاي، انت كاتب اسم المرأة اللي قتلت وحكيت عنها بدفتر مزكراتك؟ لا، ما كان مكتوب طيب، ماشي وبعدين؟ بتذكر اني شفت أوزلام وأكتاي عم يتخانه من الكاميرات وقت رحب لشوف شو صاير بيناتو ولما صرت عندهم، أوزلام سألته، انت اللي قتلت للمديرة نيهال شو جاوبة؟ طبعاً قلت للا، قلت لما قتلتها، حتى عصبت منها لأنه فتحت الدفتر تبعي بس، هي سألتني كتير وأنا دا خلقي منها، قلت لها اني قتلتها ايه مصبوط؟ بس عم تمسخر عليها وهو صدق؟ أكيد لا، أنا بإذني سمعته، قال أنا قتلت لنهال، أوكتاي هو اللي قتل للمرتي متأكد انه أوكتاي هو اللي قتل نهال؟ ما بعرف، يعني هو ما كان بيكتب، بس هو من جديد صار عم يكتب حضرت النائب يعني، يمكن أوكتاي ما يكون هو اللي قتل للمديرة لو سمحتي، أنا ما عم بسألك عن رأيك، بوزلم خانم هذا الحكي بيعني إنه هذا الزلمي قتل المرأة، يعني يرتكى بجريمة أنا اضطريت اقتلع، مجبور اقتلع، عملت هيك لمصلحتي، مشان أضمن وجودي بهاي الوصيفة ملفي، وجودك بالوظيفة؟ إذا بتطلع بملفي من أمتى كانت مهام الشرطة أنهن يقتلوا مديرن ليزبطوا مصالوحن الشخصية، شو هالمسخرة؟ اقتلك، أنا ما قتلت المديرني أنت إيه كاتب بدفترك؟ أنت قتلت مرة بريئة، وراح أتضل حامل زنبك كل عمرك حضرت النائب، يعني إذا بتفتح ملفي، بتشوف إني كنت بالقوات الخاصة قبل ما إيجي على هذا السجن يلي كتبته أنا بيرجع للفترة يلي كنت فيها بالقوات الخاصة الكل آل كانت على أدكن سيبة، وصارت مشكلة بيناتكن قبل ما تموت مظبوط، تخانقنا بمعنى اتناقشنا مناوبات ومناوبات، هذا الشي زعجني، كل المناوبات لي هاي هي المشكلة اللي صارت، وهذا ما بيعني أنه أنا اللي قتلت للمديرة، ما أقول كلمة أتخانق مع حدا بقتلو؟ أبعرف، أنت جاوبني بتقتلو أكتر؟ تمام، فيمت عليك؟ عم تزلقني ساوي أي شي بدك يالي حتى تزلقني، تمام؟ روحوا على بيتي، ودوروا منيح، وشوفوا إذا في دفتر، وقرووا كل لياتوا إذا كان عندكن دليل، فيكن اتحاكموني، هاي إذا لقيتوا شي عندي بالبيت شو صار مع حضرتك؟ قدرت توصل للحقيقة من الإفادات؟ لسا ما وصلنا لشي زرين خانم، لما تنفتح ملفات الجرائم، مو بسهولة بتتسكر، بده وقت، وقت منيح، خاصة إذا كانت الجرين لأدينه أنت برأيك أوكتاي هو الآخر؟ يعني معقول أوكتاي يقتل المدير نهار؟ ما بعرف، لسا ما فيني أعطي رأيه، وغلط أني يشتغل على أساس رأي وشو حاسس أساساً رح ندور ببيت أوكتاي، إذا كان في دليل، أكيد رح ناخده بعين الاعتبار كيفك دينيز؟ طمنيني منيحة، ما قدرت شكرك بعد المحكمة دينيز أنا حالياً أمجهز حالي للمحكمة الثانية، ما تخافي أبداً، لأنه رح تبين شو هي الحقيقة صدي إني ما رح أتركك لو شو ما صار بعرف، لهيك لا تخافي بنوب أنا ما طلبت شوفك لنحكي بهي الشغلة، بدي حاكيك بموضوع الطلب ما فيني أوصل لها كان، وكان بده يبيع البيت تمام، يعني بدك أعرف زنبع إيه يا ريت، طبعاً إذا ما كان عندك مانع، لأنه أنا بحاجة يعطيني حقي من البيت إذا أمنتلي نص حق البيت، بيكون كتير منيح شو الموضوع أحكي؟ ليلي مشان شو بدك هاي المصاري؟ يعني أنا بالسجن، ولازم يكون معي، ما فيني بلا مصاري بنوب وغير هيك، ها كان لازم يقسم البيت بيني وبينه ولا همك، خلص أنا رح حاول أدما بقدر بوعدك تمام موسيقى 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 قدير؟ أنا حسرت ليك ما فيني طول بالحكي بس أنا بحاجة مساعدتك وشو ما بدك أنا جاهزة تمام اليوم جايين نسهر أحلى سهرة مع أحلى عالم شفتولي هالوردات شو حلوين جبت لك الواحد وردي أنا مبسوطة فيكم كتير ياريت كل يوم تجون أنا نبسط فيكم أنتو بتشرفونا دايما شوفولي هالوردات شو حلوين إيه إسلامي هالجمال اليوم إجل عنا أحلى شب الحي كله إيه أهلة وسهلة إيه إزدتلك شي شغلة بالأرض خلينا نعرف نغني لك متل العالم تكرمي وهي لعيونك الحلوين يلا غني عارسينا نور حيينا وحيينا نور بعارسينا وجينا 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 جينا جبنا العالم يلوني مبسوطين بالجو معنا هون بنعمل أحلى سهراء غنوا الأحلى شو رح أعطيك ورده يا أخي تفضل هي ورده لعيونك يا حلو أنت وخد هي وردتين إذا بدك ما عندك حظ اليوم يلا إن شاء الله المرة جاية تفتح بيوشها حبيب القلب اليوم مسكرة يلا أدعي معي يلا عن نصيب وينك له هلأ يا أستاذ قدير؟ لكني أنا أجي جيت لحتى أشوفكم وين بت بيكون يا هبلا أحكي باحترامك هلأ بيسمعوا دخيلك ويسمعوا قلتلك هذا مو مصدر رزقنا يا مخلوق أشبك لك هذا المكان مو مناسب لكم أبدا أنا قلتلك من أبني امشي خلاص في حد أعطيتهم من البضاعي اللي معي يا حرام شو صار فيه لها الزلم من الخوف تخيلي راح وخبر الشرطة فورا هالأجدام يا أساس أنت ما بتخاف ما هي جاوبني بتخاف ولا لأ عندي حل تاني شو بسوي هلأ هدون بدون يجيبولي مصاري لي لي بك لا تعبسي بوشي يا حسرة قلتلك لا تعبسي بوشي لك تسلمي هالغمازي شو حلوة غليز غليز ليكي بكرة في عنا عزيمة عزيمة شيعة تقيل تقيل بيجهزيني حالك لناكل بكرة بك إن شاء الله بتاكل السم الهاري آمين يخرب بيتك مال زوءك ما بتستحيل ليش كل مرة بتجي بتحكي بتحكي وبتحمل حالك وبتروح بعرف إنك رحت وصلات محنة أنا بعرف لا تفكرني غبية ولا أنا زكية ما بقبل عزيمتك إذا كنت سارق المصاري ما بقبل أبنوت ما بيناسبني هالحكي ما بيناسبني لك عمي أبدا شو اللي ما بيناسبك احكي شو اللي ما بيناسبك إنك تضلي مغضي حياتك هون يعني هاد اللي بدك يا ليك أنا بيجي بيشتغل هون لأنه عندي عالي أصرف علي وما بأسر معن بنوب كلامي مفهوم أنا وإنتي منقدر نصرف على هاي العالي بس أنتي سماعي مني وعملي متل ما عمقوا وهيك منعيش ومنعيش هاي العالي هاد الشغل ما بيطعميكم خبز بنوب بدون ما نبيعها لبضاعة ونسرق هاي المحلات مستحيل إنه نقدر نعيش ولا فينا نعيش هاي العالي أبدا أنتي بترتاحي وأنا برتاح والكل بيرتاح حسرة تسمعي مني يلا روحوا ريحني من صوتك استاذ قدير لك تعي أنا ما بقدر بلاكي صدقيني هاي الحياة مو حلوة بدونك حسرات صدقيني كل شي جاهز الخطة جاهز بس أنتي الوحيدة اللي نقصتيني يا حاسو لك شبك لسه عم تقليلي بدي وما بدي لك أنتي ما فيكي ما تكوني معي يا روحي لأنه أنا اللي بعرف شو هو ماضيكي ها تسلم لي هالغمازة شو حلوه ها أنا إلي مصاري مع هاد الزلمة الوحيدة شو يا أحلى شب بالعالم انت بدك شو يا وردي لتأخذها لحبيبتك قديش بدك حقهم قدمة بدك يا قلبي طف بس هيك بتصيري بخيصة كتير صدفة ضلت عم قول ما في وردي أحلى منك ابنون تعي عزمك لتقعدي معنا عطال وضيفك شغلات الشربية قيم إيدك عني ولا لك شبك بس بدي تقعدي جنبي وجبلك شي شغلات الشربية ترك إيدي قليل الأدب هنزد إنك حيوان لك ما قاعد عني يا كلب خدير 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 لك شبك وله حيوان شو مردك نختل حقهم على هولك شو هالحيوان شو هالحيوان يكفي عوض عوض يلا خلاص تمام تمام ما في شي أبداً امشوا يلا مشي الحال امشي معي قبضيتو يا هالكين يلا 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 امشي ايه امشي لك خلاص امشي لك خلاص صوت ولا كلمة شو هالما جنون هاض خلاص لك قدير لك خلاص روء عم نقلك مشي الحال لك امشي قدير ما عم تسمعني يعني امشي يلا وانتي مرة تانية بتلبسي منيح فمتي ايه خلاص فهمنا حاج تعيير ليك هالمنظر يلا امشي يلا قدامي شو بك عن يلا امشوا انتو اثنان امشوا تحركوا ناصلي اسمعوا هاي اخر مرة بسمحلكم تطلعوا فيها لحالكم خلاصنا بقى لا تزيدة قدير وهي راحوا رائل يا نصيب بسببكن لكن لميتلك يا هون اصلا انت ليش تقرب علي ضروري تضربو شو بدك اعمل؟ يعني كان لازم اسكتله وما اعمله اي شي شو طلعلي قرون وما بعرف ايه خلاص لا تزيدة ما عم زيدة قدير خليني حط لك شوي التلج لا لا ما في داعي شبك مانك خسران شي قلتلك ما في داعي ايسان حبيبتي يلا روحي واجيبي شوي التلج من عند عثمان يلا يلا بسرعة طيارة يا روحي للطولي يلا شفتي كيف؟ شفتي لوين وصلنا عناديك يا خانم؟ ليش شو دخل عنادي قدير ليك؟ لا تخبص القصص ببعضا ايه يلا سكتي يا ربي دخيلك شفقي على حالك وشفقي علي انا وشفقي على هديك البنت ياللي ما قل ازم اليوم انا كنت موجود لو ما كنت موجود شو كان صار؟ قدير ليه انا تبت عم تفهم علي تركت هداك الشغل من زمان ايه منيح اللي تبت مثل الحيوانة خليك عايشة تمام؟ خلص تصطفلي قدير واقف لوين بدك تروح؟ حسرت خلص انا ما عاد الي علاقة فيكن ابدا تمام؟ تصطفلي روحي ومبسطي وعيشي بهالاجواء الزبالي ساوي اللي بدك ياه والله يريح لك قلبك اللي عم تعمله عايب كتير يا قدير وين راح قدير وتركنا؟ مثل الاجدب راح وما قلي لوين رايح هذا مجنون امشي لاشوف الجمهورية التركية إلى وزارة العدل المحترمة أطلق زيارة الشعب قدير دوغان قدير 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 يعني إذا حضرتك تسمحيلي أطلب حدا ييجي لهون كون ممنونتك على أساس ما عندك زوار كتير يا حسرت انبسطت لأنه أنت طلبتي حدا من بعد هالفترة يعني بالنهاية أنا معني مقطوعة من شجرة وأكيد عندي شوية معارف بس إذا بتوافقي على طلبي بكون ممنونتك بتكوني فضلتي يا خانم هذا حقك فيك تمشي تفضل مرحبا حسرت من إلي شو في قدرات يعني الموضوع بدي إطلب منك طلب صغير لازم شوف ابني قلب كتير ضروري بعمل لك شو ما بدك أصدك منه نتعاون سوا يعني شي بيش بهب التعاون بعمل لك شو ما بدك بدون شروط قدرات تمام لم بلش بأول خطسة حسرت رح تلتقي بشخص هون اسمه قدير دوغان رح يعرفيلي من بيكون إيه على عيني رح أعرف لك الموضوع موضوعك عندي موضوعك عندي أعزو طمنيني حليتها طلبت من المديرة زيرين وهي أكيد رح تقبل برافو عليك يا حسرت والله أنك كفو عن جد برافو عليك إيه مين رح يجي لهم يعني شخص من المنطقة بتعرفيه شو مين هان يعني أنت بتعرفيه هو شخص واحد بس أنا ما فيني أمن بغيره وإن شاء الله الشخص قدير يا الله يا حسرة ليش ما قلتلي أنه أصدك عن قدير طيب أنت متأكدة أنه رح يساعدنا بصراحة يعني أول على آخر رح شوفه وحاكي ما عندي غيره قدير شو في قدير طعم حاكي قدير وقالب والشكه نحن شو بدنا نحكي حسرات أنا طلبت منك وما قبلتي قلتلك ما بوسق بحدا غيرك شو بدي أعمل لي قل ليلي شو أحكي ليش ما عم تردي هلا يعني شو بيصير إذا ساعتيني وقفتي جنبي شو قوة بلا رح يتغير وضعنا فورا ومنكون أحسن من كل الناس ورح تتغير كل حياتنا وما حدا رح يعرف غير أنت حسرة تسمعيني أنا بوسق فيكي مو بحدا غيرك بس أنت ما بتوسقي فيي وما بترضي تطلعي معي يعني كيف بدنا نقعد ونحكي قدير خود مني شو ما بته خود قلبي وعيوني كمان خود كل شي بملكه بس لا تطلب مني هالشي أنا تبت لو سمحت قدير أنا ما فيني أرجع لهي الشغلات مين عليك توبي وليش تبتي تعرفي أنت بتحب الزل عن جد روح قلبك الزل قدير لك اسمعني أنا ما بحب الزل بنو بس فهام علي أنا ما بدي ياك طلقات ويحطوك بالسجن قدير ما بدي ياك تنسجن وتموت مثل ما مات أبي بالسجن عم تفهم علي ليش ما بدي ساعدك قدير ماشي ماشي قدير أنا بحبك كتير ليه أنا ما بحبك حب الصداقة والأخوة وبس أنا فعلا بحبك من جواته لقلبي أنا بحبك من لما كنا صغار بس مو حاسس فيني أبدا لك أنا شو بدي يا مجنوني عسرات أنا كمان بحبك أنجد أنت بتحبني؟ وحيات ربي بحبي بس بدي أنك تساعديني لا يمشي حالنا ونقدر نتزواج أنجد بدك أننا نتزواج؟ لك إيه والله؟ بس بديك تساعديني هاي المرة ليكي رح أحرف لك أني رح أعمل لها مرة واحدة بس وبعدين التوبة خلاص بس هاي المرة والله لا تزبط أمورنا توعدني؟ ايه بوعدة؟ ليك هاي آخر مرة قدير عم تفهم؟ تمام يا روحي أوكي أنت هلأ وعدتني ما؟ أمرك يا جميل ليك ليك قدير عن جدعم حاكيك هاي آخر مرة بساعدك هوا ايه بس بدي أخذ إختي معي ما رح تركه أبدا هاي تمام طبعا خدي أختك يا روحي لك دخيل هالغمازة ايه؟ يلا طلعي رح أخذك على مكان كتير بتحبيني يلا رح خليكي تروي على الآخر نا عيما يا صبايا صرتي أحسن ديني؟ ايه لا تحكي شي مع أزراء مشان قصتي الموضوع عندي حسرت حاولي تحلي القصة بسرعة تمام لا تخافي أنا من شوي حكيت شاب بعرفه مين؟ احكي شاب بعرفه من منطقتي القديمة وحكيت مع زيرين خانو هاي يوافق ايه؟ بكرا رح يجي لهم تمام يسلم لا ولو هذا أقل من واجبي أختي بس انت انتبهي على حالك ايه؟ فوت قالوا لي بالدكياني عندك زيارة بكرا؟ ايه جاي أخي بكرا لعندي نيح روح يشوفي أخوك بكرا وافتحيلي أداناكي واسمعي شو رح يحكو هدول منيح حسرت واللي جاي يشوفها ايه تمام؟ انتباه انتباه صار وقت الاستراحة وعتت حيواني مايهم انتباه انتباه صار وقت الاستراحة صار وقت الاستراحة امشي ايه موضوع بدنا نحكي فيه أنا وياكي غدي هاي احملي معي انت اللي هون اتحرك خير شو ساير هون؟ تعال تعال انا سمعت انك جايب شوكولاتة طيبة وفيها طعم مميزة وحابة ان يجرب هالطعمة وين في منها؟ شو بتقصدي؟ هي نوع شوكولاتة مثل كل الانواع اه ولك انت ما بتستحي تكذب قدام زبونة عندك؟ ما تجرب تكذب عليها حكيت اللي كل شي هي عرفت انه بالشوكولاتة في سم لك انت شو عم تحكي فاهميني؟ ها؟ ارزولا طلع فيني لا تتحرك سكرت الماء عم تفهم؟ يا قدركيني سمعني شو رح احكي يا ريت تصدلي بوزك بالأول لاحكي معاك هالكلمتين وقال لا رح موتك بأرضك ولا؟ شو بدك مني؟ شو بدك؟ اذا بتجيب مننا لهون او على اي سجن ثاني اذا بتجيب من هي الشوكولات ولا؟ رح قيتلك وايه ابراك عم تفهم علي؟ تمام تمام مام بسمك؟ اه تمام اه 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 حقي مظبوط يا حبيبتي تمام؟ باعرف انه صعب التعامل معا بس شوية تحملية يعني انا مالي غيرك يعني مو انتي قلتلي رح تساعديني فيها؟ عكل حال انا بدي سكر عندي شغل بحاكيكي بعدين هاي امك؟ اه لا هاي الممرضة صاير شي مع امك؟ يعني بصراحة هي ما عم ترضى تاكل ولا تشرب معا ولا عم ترضى تاخد الدواء بالنهاية الممرضة رح تتعود عليها بس بدا شوية وقت وبتتعود اذا بداك فيك تروحي لعندا شكراً لك ضلي هون اوزلام اذا بديك تمشي عادي لا اعنجد ما في داعي بخلص شغلي وبرو اوزلام لا تكفي يلا روحي شوفي فورا بتاعي بتاعي يا روحي امشي مرحبا عمو حسن اوووووو اهلين بحبيبة قلبي جاية وجايبتيلي مرة عم تتمايل يمين ويسار لك أستغفر الله شوها؟ شو حاملة بأيدك يا حلوة؟ أنت شو جايبة معاك؟ جبنا معنا أكل للطير مو هيك أويكو؟ الأكل اللي زاد من أفطور اليوم جبنا له ياهن بومبون الحلوانو يا عمو حسن يعيني؟ شايف سميتيه بومبون يا حلوة؟ مهم؟ ليكوه وجوه عملتله هاد البيت وحطيتله تحت قطن يعني مشان ما يوجع وظهره برافو عليك عمو حسن شوها الفكرة الظريفة؟ ما شال عليك؟ اي أنا كلاف كاري ظريفة شفتي شو حلوة طير يا قلبي؟ عمو حسن أنت قلبك كتير كبير حبيبتي أويكو أنت اللي قلبك طيب وكبير حتى أكبر من قلب عمو حسن بومبون رح يروح بس يصير منيح يا دودو اي طبعاً بده يروح حبيبتي أويكو بيكون عنده أم أو ولاد ناطرين يرجع اي؟ اي خليه يروح أحسن ما يضل عنا هون بالسجن السجن بيفوتوا عليه المجرمين والأولاد اللي بيكونوا أمهاتهم مسجونين ما هيك يا دودو؟ اي كو مزبوط مزبوط يلا حبيبتي لازم انطعمي الطير بيكون جاعة كتير صح؟ اي اي معك ها يلا ها يلا اي واه كمان وحدة تحت امك هيك ها ها نحن رح نروح ها يعني بس ليش ما بتضلوا شوي كمان؟ يعني لا يشبه على قلب خلينا نضي كمان شوي الله يوفقك دودو اه ايكو اهلأ بيعصبوا منا بكرا منجي يلا حبيبتي بكرا منشوفوا ايه يلا يلا لو سمحت حط الله ياهون لياكم لا تخافي انا اكيد رح طعمي اوف ما في شال اذا بدك تشرب شي سخن في قهواني بس انا بدي شاي شو الوضع بوكتاي كيف بدي يكون بعد الشي اللي صار معي اذا رفقاتي بالشغل حكموا علي اني مجرم يعني هن المتأكدين ومصدقين انه انا اللي قتلت للمديرة نيال مو مهم شو كيف يعني مو مهم اليه اللي يزيرين خانو يعني عن جد مو مهم انت شفتي بعيونك شو اللي عم يصير يعني ما حدا طايقني حتى رفقاتي اللي كنت مفكرهم مثل اخواتي لا راحوا واشتكوا علي للنائب انا صرت متوقع اسوأ شي من كل هاي العالم شو ما كانوا عم يفكروا ويحكوا يعملوا اللي بالدنيا انت بتعرف الحقيقة اوكتاي انت بتعرف انك ما قتلت لهالمخلوق انا بعرف هاد الشي بس هنن ما عم يرضوا يصدقوني بكفي انا مصدقتك اوكتاي تعرف انه انا الي فترة منيحة مستلمي هاد السجن بعرف من نظرات عيونك اذا كنت مجرم او لا انت بريق اوكتاي بعرف بعرف انه مو انت اللي قتلت شكرا شكرا بكرا الكل رح يعرف الحقيقة انت بس شت حالك طلع لبرة وشمها وانضيف لا لا يا خانم انا منيح اسمع مني وطلع اوكتاي وريح راسك امرك شوفولي حسرت كيف دبلوا عيونها واخدت البطاقة من حسان الاجدى وفوتتنا على المكتبة وحدة وحدة مدري من وين جايبها النشاط شو بكون لا تتمزخروا علي يلا يلا خلينا نبلش لعب عزراء يلا رح نبلش لعبتنا الهدف من هاي اللعبة هو بس نمزح واضحك وقلنا نقضي وقت حلو سوا ما بدي حدا يتوتر الكل بديو يحكي بوضوح مفهوم بتمنى تحكوا الحقيقة يلا صبايا رح نشوف مين رح يبلش أهام وقعت بين إيدي عزو عزو بيكي اسأل يادك السؤال أكيد رح أسأله شو يا دودو بدك أمر ولا صراحة الصراحة أنا بحب الصراحة تمام رح أسألك وبتجاوبيني قولي لي مع مين بتحب تنامي با أنا مع مين بدي نام يعني أكيد مع قويكو عزراء أحكي 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 يلا أحكي لا أنت لا تحكي ولا كلمة داريا بعدين مع مين بدي نام أنا مع حدا ما بعرف مين هو برك يطلع هالزلمة بيشخر بالليل أو بينام بتخط بالعرض مثلا لا ما بدي حدا طيب أنا بدي أسألك سؤال مين قالك أنه نحنا عم نحكي عن شاب هون أوه أوه دودو بلعوبة حلص حسراء لك هاتي هيلهم أولوا بالكون علي ها يلا لنشوفك شو رح تنقي أمر ولا صراحة؟ صراحة سماي سماي شو كان اسمه الأستاذ اللي بيجيل عندك دائما لا يعطيك دروس سنان صح في شي بينك وبين سنان ولا لا؟ شو بضي يكون فيه يعني؟ هلأ في شي بيخص المسئولية الاجتماعية اتجاه الأطفال والمحكمين لا تكذب يا عزو شو في بيناتكون؟ يلا حكي لنا ما في شي قلتلقا شي بيخص المحكمين والأطفال أولي شو في البلات كنو لا؟ ايه رح أحكي هو الشاب قريب للقلب كتير ولذيذ وبجنة وبس هيك ما تفكروا رح أحكي أكتر ايه ايه هاتي يلا حسرت؟ شو حبيبتي إليلي بدك أمر ولا صراحة؟ لا بدي صراحة برافو معناتها يا روحي محضرت لك أحلى سؤال يلا شو ناطرة؟ لاش عم تتحكي ما كفت الجملة لسه؟ دقيقة لفكر بس ايه خبرينا عن الحب؟ حكي لنا انت كيف بتحبي الزلمة؟ كيف بتحبي يدل لك وشو يجب لك مثلا؟ ايه شكرا الموضوع كبير ما؟ جايزي حسرت لك شو بك ما عم تحكي؟ وبعدين معك يعني؟ قدير قدير أنا ما قطع قلبي ها قدير بلا خلينا نرجع لبيت حسرت شو عم تحكي؟ انت بتعرفي قديش تعبت لخليت هذا المحل يفضل يوم؟ ها الزلم اليوم لحاله منخلص شغلنا ومنطلع قلبي مو مرتاح لهي القصة بنوب يا قدير خلصنا بقى حسرت حبيبتي تصدقيني مراح يصير شي ابدا وسقي فيه مفوت عالمحل مناخد اللي بدنا ياه ومنهرب لبره بسرعة تمام هيك؟ قدير ما في حدا بالدنيا كله بيخليني أعمل هيك شي غيرك انت ايه ايه بعرف يلا يلا جايزي سلاحي رفع عيدك لفوق مين انتو؟ سكوت قاعد بالشانتائي يلا بسرعة ايه تمام طيب ماشي خدوا شو مع بدكم بس لعتقزوني يلا بيو خاص حاضر أمرك يلا يلا فورا يلا بيو خلصنا هتقل شي معك بش انتائي سرعة يلا يلا حاجة هادو قدير لا تتتغلين قدير قدير أليو فوق لا تتتتغلين عيسان اجت شرطة على المحل عن جد عم تحكي قدير هي والله بس لازم نهرب فورا بل كي اجوا يدوروا علي لا طول بالك شوي عبيت الشنتاية مو يعني معقول جيبه معي فاضية نفدنا يا عيسان نفدنا يا رؤي واخيرا يا عيسان واخيرا حسرت وينها حسرت لعطيت ضلت بالمحل نحنا لازم نهرب روحي انت رح تعيشي معي احلى حياتي وما رح احرميك من ولا شي انت عيوني وكل حياتي ايسان قدير حت عليي يا واطي خلفنا نفدك لك انا كنت صادق معيك انا عمضحك عليها هي حقير وزاق الله لا يوفقك يا حسرت الله لا يوفقك ولا يوجه لك الخير ولا حركي دفعي ايديكي اشتركوا في القناة ايه وانتي سكتتي حسرة شو اعمل صدقيني انا ضربته كتير وخبطت فيه لاش بعد بس ما بفرط فيه لاني انا بحبه كتير بحبه من جواد قلبي بحس هو اغلى شخص بحياتي غريبة شو هالحب او يا حبيبتي شو حصك قليل هو ما حاول يتواصل معك او انه يجي يشوفك مثلا لا يعني بتوقع انه ما قاله عيني يجي يشوفني كان شاب بجنن وقته هو صديق طفولتي بس انا هنجد بحبه كتير لها الزلمة انا ما ما شتكيت عليه مثل الهابلة اساسا اغتي ما بتحكي معي بنوب ولا بتجي بتشوفني بسببه للأسف بس بتعرفوا يا بنات اشتقت يا وردة واحدة مننا يا حبيبتي انا يا روحي احاصم يعني لا هيك بتتضيقي لما تشوفي الاقحوان مظبوط دودو ما بنسى هداك اليوم ابدا طيب يلا انا رح اطلع اشرب شاي ومنو بريح راسي وانا رح اجي معيك حسرت حبيبتي لا تخافي علي ابدا برتاح شوي وبيجي شكل حبته كتير معه يلا عندي بك يا عزرق شو ما بتفهمي يعني شو جعل بالك تسألي هدا السؤال ايكو لساتك فايق دينيز شبك شو في حبيبتي خوفتيني ما هم يجيني نوم ابدا دودو نامت وما عد فاقت تعي تعالي قادي جنبي يا روحي انتي ولابستي لبوطك كمان اربي لغطيكي حبيبتي هلا بتنامي وبترتاحي خالة دينيز ريحتك كتير طيبة وانتي حنونة كتير مثل ماما يا روحي انتي وانتي ريحتك طيبة وبتشنن دينيز حكيلي قصة قبل ما نام قصة شو بالعادة دودو بتحكيلي انتي ما كنتي تحكي قصص لبنتك قبل ما تنام بلا تعالي كان يا مكان بأذيم الزمان أويكو تعرفي شو رحححكيلك قصة بتجنن كان في غابة كبيرة كتير وكانت هاي الغابة من جوة كتير حلوة فيها غزالة صغيرة اجت على هاي الدنيا وسمتها امه لهي الغزالة بامبي الحلوة كانوا عيونها متل عيونك حلوين وكبار وكانت هاي الغزالة عايشي بمكان كتير صغير بيوسعة هي وامة وقتها بامبي كانت كتير مبسوطة وطبعا بعد فترة منيحة بامبي بلشت تعرف تركض بس ما في مساحة لتركض وبلشت تحكي كمان بس ما كان عند رفيقي يسمع ابنه عنجد هيك كانت؟ ايه عنجد الام كانت كتير تنبهها لبامبي لأنه الغابة مكان خطير ولا تفكري تروحي لحالك لهنيك طبعا بامبي كانت صغيرة كتير لدرجة انه ما كانت تفهم شو بتحكيه لأمه كانت أمه نايمة بيوم من القيام قامت بامبي هربت من البيت يعني هربت على الغابة؟ مصبوط رحت على الغابة وصارت رفيقته لأرنب كان موجود هنيك طلعوا من الغابة مع بعضهم وبعدين هي تعلمت تغني أغاني حلوة وطبعا هي بهذاك الوقت ما كانت بتعرف أبدا أنه الصياد كان عم يراقبها بالغابة يشوفه وين راحته إجت كانت مراقبة عالطول لا تقليلي إنه ماتت الصياد وجه على بامبي باروته وبس إجا لي أويس أم لبامبي إجت بدون ما تحسسه ودفشته للصياد عن أرض أم وقت الصياد وقع بس شافوا باقي الحيوانات تهرب وبامبي ركضت لعند أمه فورا أم لبامبي هي أنقذتها ما هي خالق مصبوط يا بدي أم لبامبي هي اللي أنقذتها وبعدين كف حياته ولك أن نصاهر شي معه عم يرجفو إيدي ورجلي هلأ شبه أنت من أمتى بتحبي تحطي مكياج؟ يعني بدي شوف عالم بدي كان يشوفه أنه أنا بها الشكل منظري مثل الغلوب يخوز لا لا برأيه بس تقعد وصير يعملي له هيك عضي عشفافك لا لا هاي الحركات الطافة مو إلي عازو يلا يلا بلا معتت أخري هاي آخرتي احمروا احمروا أخي أهلا وسفر كيف أهلا بك أهلا بك يا عيني شو هالجمال شكرا قدير شو مرتبة عن جد أعود ما تغيرت علي عن جد نحنا عم نكبر وانتلا لا قدير وانت كمان ما تغيرت عن جد حليان لا حليان ولا شي صدقيني نحنا عم نكبر كتير يا حسرة والله لو كنت عرفان انه هيك رح يصير كنت ما فتت ولا فوتك بالقصة بس شو أعمل أنا كتير اطمعت يا حسرة قدير لا تحكي بالشي الماضي واللي راح اه معقول يا حسرة كيف ما سلمتيني للشرطة عن جد حسرة ايه والله كل ما افكر بالقصة بقول هاي بعمري كله ما بكافية والله عم احكي جدا لا قدير لا تزودها أنا تصرفت بطريقة غبية كمان بس ما كنت فهمان القصة كتير منيحة هلا داخلي لك هلا المهند انت منيحة ايه والله هلا خلينا نحكي بالشي الماضي تمام بالشي تعرف ليش طلبت اني شوفها جبتلك الغراض بس في كم شغلة ما لقش اهدى دقيقة ولا صور بس معني كتير منيح بدي منك تعمل لي خدمة سرية يا قدير ايه شو الخدمة برا السجن في واحد مريض نفسي وقاليه شرف كمان عم يبعد تهديدات لواحدة معي في السجن وبدو يبعد ناس لحتى يقتلوها فهمت علي؟ ياللي بدي ياه انك تمحيني ياه عن وش هاي الارض بتلاقي حدا يقتله فورا والأبض رح يكون عدقيل اه ازا عدقيل فالعالم اللي بيعملو هيك أصاص كتار خلاص عندي مين هادا الزلمة؟ الب 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 البستور مين؟ ايه تمام قدير هادا هوي انا ببعط لك مصاري وين موجوده وكل شي بيخليك توصله انت بس عليك تنفذ تمام قدير؟ تمام ممتاز ممتاز بما انو الدفعة تقيل لا تحكي ليهم ايه تقيل؟ انا بعمله ما يهمك يا حلوز قدير انت بدك تروح تقتله بايداك معقول يعني؟ ايه عادي بقتله شو يعني؟ شو هالقصة الكبيرة؟ كنت حابب جيبلك معي بقت وردة كبيرة بس هاي ويا دون فوتها معي ايه 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 اتباب اعمشي pretty much اني كنتك شفتك ها؟ بصدقيني بالله وأنا كمان ما بس睡 قدير انتي مركزي معي اختي؟ ها؟ شبك شو ساير معي؟ انا إنتباح إنتباح هلا صوت لسيالة أصفر بس تجي المالك جاي منحكي تمام؟ باعتزر هلأ صار لازمه يلا منحكي على فكرة طالع كتير لزيزة دايما نهتمي بحالك يا حلوي قلتلك إنك لزيزة انت اللزيز يلا يا صبايا كلكن معزومين على الشاي على حسابي شو هالحلو؟ أهلا وسهلا لا وردت الأحوان بشعراتها حسراء؟ كيف كانت للزيارة إليني؟ عادية كيف يعني عادية؟ أحكي والله كانت عادية ما صار شي مهم بنو اي ماشي صدقتك أنا ما كان قصدي باللعبة أفتح الموضوع وخليك تضايق حسرة حبيبتي مو مشكلة عادية يا عزو يلا عزراء صار الدور عندك ما قالتلك شو صار معه؟ قال ما صار شي يلا حسرات أمنت المصار قال لي لي شو صار معي؟ خلاص حبيبتي الموضوع صار عند وليهمك رايحي لراسك انتباس حسرات بسببي أنا رجعتي لتأتي فيه عادي يا روحي انت منيحة شكرا آه عم تواجعيني يا حمارة طولي بعلك معلمتي أوف معلمتي معلمتي منقبري شو صار يا؟ هاي الغبية اللي اسمه حسرت طالبة منها دينيز انه تدبر له قاتل مأجود شو هاد؟ كيف؟ سمعت انه بداني قتلوا قلب بداني قتلوا لقلب؟ ولك شو عم تحكي وليه؟ معلمتي صدقيني أنا هاد اللي سمعته واجيت فورا لحتى خبرك شو عم تحكي وليه حيواني؟ خرر شو صار؟ بينيز الكلبة زودتها وتجاوزت حدودها أعطيني تليفوني ناجيه بسرعة يلا بسرعة وليه؟ ليكم يا غبي يلا بقى نقبل ردع الموبايل شوين حاطت موبايلك؟ شيلي مخلتي شو في قدرات؟ شبك صوتك مع بي المكان كله؟ ملتم اسمعي منيح بدي شوف المديرة المديرة؟ شو بك وليه ملتم شو تذكر مخيك؟ بسرعة ملتم نطري شوي ليصير الوضع مليح عاطيني البس برجلي افتح افتح ألو ألو أنا عزراء عزراء أنت كيف أدراني تحكي معي هلأ هاي شغلتي أنا عندي طرق خاصة فيني أحكي فيها مع العالم بس يعني إذا زعجت لا 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 ما هيك قصدي بس أنا تفاجأت شوي المهم إليلي شو الأخبار طيب راح خبرة أنا والبنات فطرنا ورايحين هلأ علمون ما في شي بس مالين شو بدنا نساوي لعبوا بصراحة أنا كنت مالة وحبيت أسمع صادة بسيطة ما بعرف ليش بس برتاح لما بحاكي ما بعرف ليش بس أنا نفس الشي هذا المكان ما بينطار يعني الناس متوترين ومعصبين وكل شي عم نعيشه هون بشاق وسيط ما بعرف كله ضايش بس أنا لما بحاكيك برتاح كتير كمان أنت هادي وكتير رغف عم تسمعني؟ ايه ايه معك عم بسمعك اه اتصلت لأني حبيت اسمع صوتك ونحكي شوي مع بعض اه وأنا كتير مبسوط بالتليفون تبعك مبسوط لأناك عم تحكي معي يعني؟ ايه هيك شي ايوه هيك حلو اتصال مفاجئ مضبوط حلوة المفاجئة يعني عزراء أنا بحب المفاجئات بس بصراحة أنت مفاجئتك غريبة شوي معك حق يمكن أنا غريبة شوي اه لا أنت أبداً معنك غريبة بس مفاجئتك كتير حلوة يا عزراء يعني ما بدي ياكي تفكريني متضايق بالعكس أنا هيك كتير مبسوط بعرف إنه ما رحت ادايق مني ولو ادايقت مو هالقصة مولير قالوا الصعوبات بتخلي الإنسان يصير شخص ناجح ما لازم نفقد الأمل أبداً وهذا الشي مشاني ومشاني ومشانا وأنا عندي أمل أنا رح سكي ليك سينا مش عن المرة الجاية بدي تكون مجهزة تدرسها معبدنا نقضيها مزاه تمام وعد رح يكون جاهز تمام أوكي شوفك أوكي أوفيكي دي إلي إيمت ما بديك شوفك 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 شوفك